موسيقى السلام عليكم خلافات حادة وتتفاقم داخل مجلس الحرب الإسرائيلي طرفاها رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو الذي أظهر نفسه بطلاً وحيداً لما اعتبره إنجازاً كبيراً بإفراج المقاومة في غزة عن عشرات المحتجزين لديها الأسبوع الماضي ووزير الدفاع يواف جالانت الغاضب من إقصائه عن صفقة الإفراج عن المحتجزين خلاف انتهى قبل أيام برفض جالانت الظهور في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو وفي موازات ذلك شهد اجتماع وصف بالعاصف بين ممثلي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة ومجلس الحرب الإسرائيلي شهد شتائم وصراخاً واتهامات متبادلة بحسب ما نقلت وسائل إعلام هبرية على هذه الخلفية الداخلية وسع الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية في جنوبي قطاع غزة التي تبين الأخبار الواردة من هناك أن جنود الاحتلال يعيشون واقعاً ميدانياً صعباً وربما هذه الصعوبات تشكل جزءاً من الجوانب التي تفسر شدة القصف والتدمير الذي يمارسه جيش الاحتلال في مدن وأحياء جنوبي القطاع في حلقة اليوم من حديث العرب نتوقف مع آفاق الهجوم الإسرائيلي على جنوبي قطاع غزة ودلالة الصراع الداخلي بين أركان مجلس الحرب الإسرائيلي ومن ثم نحاول فهم استمرار الصمت العربي وغياب أي موقف رسمي واضح وقوي إزاء التدمير وجرائم الحرب الإسرائيلية في القطاع نتابع أولاً التقرير التالي لا مؤشرات واضحة على قرب نهاية الحرب التي يشنها الاحتلال الصهوري ضد قطاع غزة منذ أكثر من شهرين على الرغم من إخفاق قوات الاحتلال حتى الآن في إحراز أي نصر أو تقدم عسكري ملموس نحو تحقيق أهداف الحرب القضاء على حركة حماس وتحرير الأسرى الإسرائيليين في غزة بالقوة كان أبرز أهداف الحرب التي أعلنها نتنياهو على غزة قبل شهرين بإذا أن تطورات المعركة على الأرض أثبتت ولا تزال أن تحقيق ذلك بات خيالاً لا يمت للواقع فالمقاومة ما زالت ممسكة بزمام المبادرة في إدارة المعركة البرية ومناطق التوغل الصيوني استحالت جحيماً يحرق جنود الاحتلال وآلياته العسكرية وتحرير بعض المحتجزين تم فقط عبر تدخل الوسطاء للتفاوض مع المقاومة وأعلان هدنة استمرت لأسبوع ويبدو أن دوافع نتنياهو لمواصلة الحرب أقوى تأثير من خسائر قواته في غزة فهو بحسب محللين يطيل أمد الحرب هروباً من محاسبته على الفشل العسكري والأمني والاستخبارتي يوم السابع من تشرين الأول الماضي ناهيك عن المساعي الحقوقية الدولية المتصاعدة لمحاكمته كمجرم حرب بالإضافة إلى قضايا الفساد التي تنتظره بعد انتهاء الحرب وخروجه من المشهد السياسي ولأن الشركاء نتنياهو في مجلس الحرب يدركون أن مستقبله السياسي قد انتهى لذا فقد ظهرت على السطح خلافات تعكس حالة من التنافس السياسي المبكر ربما أكثر مما تعكس خلافاً بشأن مجريات الحرب في غزة يحدث هذا بينما الموقف العربي ممعن في الغياب رغم المحرقة المتواصلة ضد المدنيين في القطاع ورغم دخول مخططات التهجير القصري نحو الحدود المصرية حيز التنفيذ الفعلي لتتجلى ملامح العجز والتبعية للغرب على النظام الرسمي العربي الذي بات أضعف من أن يدخل بعض الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة إلا بعد موافقة الاحتلال للحديث عن موضوع الحلقة ينضم إلينا في الستوديو إبراهيم المدهون الكاتب والمحلل السياسي وعبر زوم من بيت لحم في فلسطين عزيز العصى الكاتب والباحث وعبر سكايب من اسطنبول أحمد مولانا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية أهلا بالجمع الكريم لو بدأنا في الستوديو بالرغم من أن الجيش الاحتلال لم ينهي ما أطلق العملية العسكرية من أجله في شمالي القطاع بعد أكثر من شهر ونصف من القتال أخفق عن أي إنجاز بل إنه وقع في الهاوية عندما ادعى بوجود قيادة أسفل مستشفى الشفاء وتبين كذب هذه الرواية برغم من كل ذلك فإنه يوسع عملياته نحو جنوبي القطاع بما تفسر هذه الحركة؟ الاحتلال الإسرائيلي بعد عملية طفان الأقصى بات ينظر إلى قطاع غزة أنه تهديد وجودي قبل عملية طفان الأقصى كان يظن أن قطاع غزة يتم أو يتعامل مع قطاع غزة ومع المقاومة وكتاب القسام وحركة حماس تحديدا على أنها تهديد تكتيكي يمكن التعامل معه بشكل محدود ولهذا شهدت الفترة ما سبقت الطفان مجموعة من المواجهات عشرات لكن كان أبرزها في 2006 و2008 و2012 و14 و21 اللي هي سيف القدس وكانت هذه رغم توسع هذه المواجهة إلا أن الاحتلال الإسرائيلي كان يعتمد سياسة ما أسماه في ذلك الوقت قص العشب أي تحديد الأهداف وتركيزها والذهاب إلى عمليات محدودة اليوم بعد عملية طفان الأقصى أصحى هناك تحول في العقلية والاستراتيجية الإسرائيلية وهناك تخوفات عن وجود وبقاء وجود الاحتلال الإسرائيلي وكيانهم بعد عملية طفان الأقصى وهناك خشية من تجديد هذه الهجمات وهذه العمليات لتشمل مدن الغلاف معنى زدود وعسقلان ومن ثم مدن المركز أي تل لبيب ولهذا أنا باعتقادي أن الاحتلال الإسرائيلي اليوم يدخل عملية شرح نتنياهو بقوله نكون أو لا نكون معنى أننا إذا أخفقنا في هذا العملية فإن الكيان الإسرائيلي تحت تهديد الوجود ولهذا باعتقاد هو ذاهب إلى هذه العملية مهما تكلفهم من خسائر اليوم هل توقع هنا خسائر بالتأكيد هل حقق إنجازات حتى اللحظة لا يوجد أي إنجاز عسكري لم يحسم أي منطقة حتى المناطق المتواجد فيها ولا يستطيع المكوث فيها ولا يستطيع السيطرة ولهذا هو يتنقل هناك حديث عن انسحاب لا يوجد انسحاب ولكن هناك غارات يقوم بعملية غارة ثم يخرج من المنطقة لكن سيد إغراهيم المنطق العسكري يقول بأنه يعني على الأقل أن ينجز شيئا في الشمال قبل أن يتجه إلى الجنوب خصوصا وأنه وأن سرديته تقوم على أن القيادة الكبرى المركزة هي في الجنوب قول العلم عشان لندرك يعني طبيعة قطاع غزة قطاع غزة كله أصلا منطقة عمليات صغرى معنى أنه جميع قطاع غزة 360 كيلومتر معنى أن في عرف الجيوش هذا لا يأخذ ساعة أو يوم اليوم هناك أكثر من شهرين والاحتلال الإسرائيلي استخدم قوة نارية كما استخدمت الولايات في العراق وأفغانستان ورغم ذلك لم يستطع أن يخسم في أي معركة بل بالعكس هناك تصاعد في العمليات وهناك تصاعد في استهداف الآليات وأعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي اليوم دخل نفقا من الصعب الخروج منه فماذا استبدل؟ استبدل باستهداف المدنيين واستهداف مقومات الحياة المدنية في قطاع غزة اليوم الأهداف العسكرية هي أو أهداف الجيش الإسرائيلي عبارة عن المدنيين عن المستشفيات أماكن النزوح قتل المدني قتل الأطفال هذه هي الأهداف وحتى اللحظة لم يسجل أي هدف عسكري لم يسجل أي هدف أمني لم يستطع الوصول إلى قيادة القسام وقيادة المقاومة ولم يستطع أن يسجل أي هدف سياسي ما زالت حماس ما تقوله في بداية المعركة تقوله اليوم بل رفعت الوتيرة طيب دعني أتحول إلى بيت لحم سيد عزيز هناك الآن تحذيرات أممية رسمية من أن نحو مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة قد يلجأون إلى الحدود المصرية إذا ما استمر الهجوم الإسرائيلي على جنوبي القطاع برأيك كمراقب لصيق ووثيق لهذا الأمر ما فرص تحقق هذا السيناريو وهو لجوء الفلسطينيين إلى مصر أو إلى الحدود المصرية أشعد الله مساءكم ومشاء أعزائي أحبتي ضيوف الكرام أهلا وسهلا بكم يعني هو مش مليون في حديث عن مليون وتساعش أنا أود أن أجيب على هذا السؤال بما سمعته هذا اليوم من متحدث من مستشفى الشفاء كان يتحدث عن أن إدارة المستشفى أو ما تبقى أو من تبقى من إدارة المستشفى تمكنوا من تشغيل وحدة غسيل الكلا وأعتقد أن هذا هو جواب على سؤال حضرتك أن أهلنا في غزة لن يكونوا وفق هذا السيناريو ولا بأي حال من الأحوال وإنما في غزة شعب حي شعب متشبث بأرضه متشبث حقه بالعيش الكريم على أرضه وهو يموت دفاعا عن هذا المبدأ وأعتقد أخي الكريم أننا جميعا سمعنا التعليقات والملاحظات التي أشارت إلى أن أعداد كبيرة من أهل غزة الذين كانوا يعيشون في مصر وغير مصر مجرد ما سمحت لهم الهدنة بالعودة عادوا وتركوا الراحة والدعا والحياة الممتعة ليعيشوا تحت نيران العدو على أرضهم وبالتالي هذا التفكير في قصة الهجرة والتهجير لا سواء الهجرة ولا حتى استجابة للتهجير مهما يكون استجابة للتهجير كل إنسان في غزة من الطفل حتى العجوز اللي عمره 90 سنة يرددون نفس العبارة ونفس المبدأ وأن هذا لم يكن جزافا ومجرد هي شعارات وإنما هي ثبتت على الأرض وبالتالي هذه قضية الحكي في التهجير أتمنى عدم الحديث فيه ولنتحدث عن أشكال السموط ونعززها ونشير لها وننظر لها بنظرة إيجابية لأن للأسف بأول مرة أعتقد يمر في التاريخ أن الشعب الذي تحت النار وتحت القصف وتحت الحرب هو من يزود العالم الآخر بالثقة والأمل بالمستقبل يعني لم نسمع حدا من غزة طلع يقول ويلويل ويقول أنه وين الروح وين الكلة الكل يتحدث بنفس الغهة وأن كل يتحدث به عبارة واحدة نحن صامدون سواء تحت الأرض أو فوقها بمعنى سواء كنا أحياء نحن موجودين وإذا كنا تحتها فهذا فخر لنا أننا استشهدنا دفاعا عن أرضنا أو شبودا على أرضنا ربما من الجدير ذكر تعقيبا على كلامك بعد التحول إلى السيد أحمد في إسطنبول يعني في السياق الولادة المتحدة الأمريكية قالت أن أمام إسرائيل أسابيع لإنهاء القتال يعني هذه الفرصة الإسرائيلية وطبعا الموقف الأمريكي متعثل قليلا في الداخل بسبب الانتخابات المقبلة لكن كيف يمكن لتل أبيب أن توفق بين أهدافها المعلنة في القضاء على المقاومات في غزة وانتزاع أسراها بالقوة في ظل وضع ميداني متعثر وصعب جدا في غضون أسابيع إذا ما كانت طبعا واشنطن جادة في إنهاء القتال في خلال أسابيع نعم سيد أحمد مولانا نعم السؤال موجهة نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم فيما يخص السؤال حضرت طرحته الإدارة الأمريكية في ظل ردود الأفعال في العالم العربي والعالم الإسلامي المنددة بموقفها وتصاعد أصوات داخل المؤسسات الأمريكية نفسها خلال الفترة الماضية بما فيها عدد من الموظفين في البيت الأبيض عدد من أعضاء مجلس الأمن القومي وعدد من أفراد وزارة الخارجية بلغ عددهم المئات للتنديد بسياسة حكومة بايدن في التعامل مع ملف الحرب على غزة بدأت تعمل نوع من أنواع التغيير التيكتيكي من خلال خطاباتها بالحديث عنها يعني والتجديد على أهمية حل الدولتين والتجديد على أهمية حماية المدنيين لكنها في ذات الوقت صرحت أول أمس أن إسرائيل لا تتعمد قتل المدنيين بينما حماس هي من تفعل ذلك فأرى أن التسريبات الصحفية في وسائل الإعلام الغربية التي تتحدث عن مطالب أمريكية لإسرائيل بإنهاء الحرب خلال أسابيع هذه بيناقضها الجسر الجوي المفتوح الأمريكي المقدم لتل أبيب وبينقضها الدعم السياسي والغطاء السياسي المعلن أيضا الذي تقدمه واشنطن قد يقول لك متابع بأن هذا الجسر الجوي ما هو إلا لكي تنهي إسرائيل المهمة في غضون أسابيع حتى تتفرغ الإدارة عن استحقاقات الانتخابات الداخلية نعم نعم ولكن يمكن استخدام هذا كأداء حقيقية للضغط وحتى الآن هذه الأمور عن إعطاء أسابيع حتى التسريبات الصحفية في بعض وسائل الإعلام الأمريكية قالت أن إسرائيل لم تعطي التزاماً لواشنطن بإنهاء المعاركة خلال أسابيع فأرى أن المصادر الأمريكية والجهات الأمريكية بتطلق مثل هذه الأمور كمحاولة لتجميل وجه الإدارة الأمريكية وانتصاص حالة الغضب في العالم العربي والعالم الإسلامي وحتى داخل بنية الإدارة الأمريكية نفسها في حين أن على أرض الواقع بايدن متورد في المجازر الموجودة ويعطي ضوء أغضر هل هم الأمريكان يريدوا حرب مفتوحة؟ بالتأكيد لا هم من مصلحتهم انتهاء الأمر بأسرع ما يمكن تجنباً للتساع نطاق الحرب في المنطقة وتجنب لمزيد من الضغوط سواء داخل أمريكا أو في العالم العربي والإسلامي أو تضرر المصالح الأمريكية هنا أو هناك ولكن هذا تحت صقف أو تحت إطار ضمان تحقيق إسرائيل لأهدفها ودعم حكومة نتنياه الحالية سيد أحمد برأيك من الناحية العملية في ظل رأي عام دولياً يتصاعد غضباً هل يمكن لإسرائيل من الناحية العملية أن تستمر في هذا القتل الوحشي لأكثر من أسابيع؟ أنا فقط قضية الرأي العام لمتصاعد غضباً أمس الحكومة البريطانية أعلنت أنها سترسل طائرات للقيام بعمليات استطلاع جوي في المنطقة كذلك على تايمز نشرت اليوم أنها أرسلت مجموعة من المدربين إلى الضفة الغربية لتأهيل كوادر السلطة الفلسطينية لإدارة غزة ما بعد الصراع فقضية هناك بعض الدول مثل أسبانيا مثل بلجيكا موقف أيرلندا إنما الدول الأساسية الداعمة للعدوان وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا لم يصدر عنها أي تراجع الولايات المتحدة أول أمس أعلنت رفضها على لسان المتحدث من وزارة الخارجية رفضها لأي وقف إطلاق نار حاليه فبالتالي يعني الأمر فيه دينماكية وفيه ضغوط متبادلة إنما أنا إلى الآن أرى أن ما تطلقه إدارة بايدن هي محاولة لتجميل صورتها أو لتقليل تشوه صورتها الذي صدرت بها من خلال الزعم أنها تمارس ضغوط هنا أو هناك ربما تفعل ذلك فيه أو تطالب أو تنصح حكومة نتنياهو بأن تقلل من حجم جرائمها لكنها لا تتخذ خطوات جدية كلما نشاهد في الإعلام يقولوا أن بعض المسؤولين الأمريكان أعربوا عن قلقهم من حجم الخسائر المدنية في الجنوب أعلنوا عن صدمتهم أعلنوا عن كذا بينما هم الذين يمدون إسرائيل بالسلاح والعتاد وهم الذين في مجلس الأمن يعني يستخدموا حق النجد فيتو تجاه أي مشروع أو تجاه مشاريع سابقة تقدمت بها روسيا لوقف إطلاق الضر فأنا أرى أن الصيغة التجميلية التي تقوم بها واشنطن هي يعني ليست جدة وليست حقيقية ربما في أعلى درجاتها من باب النص ومن باب التقليل المشهولة وليس من باب الدخول كما تفضلت الولايات المتحدة الأمريكية قد لا تكون جدة وذلك حسب ما ذكرت ولكن من هو جد حقيقيا هو الأمين العام للأمم المتحدة وهنا أتحول إلى استوديو أنطونيو جوتوريج الأمين العام للأمم المتحدة لأول مرة منذ ستة أعوام مدة ولايته للأمان العام للأمم المتحدة يقول يلفت نظر المجلس الأمن بأن السلم والأمن الدوليين مهددان بخطر حقيقي ويحصي المحصون بأن على امتداد تاريخ الأمم المتحدة لم يستعمل هذا البند الذي هو الفقرة 99 من المثاق التأسيسي للأمم المتحدة إلا ثلاث مرات برأيك أي أثر يمكن أن يتركه هذا اللفت النظر من الأمين العام للأمم المتحدة وحتى اللحظة تحرك الدولي حقيقة تحرك باهد وضعيف ولا يرتقي إلى مستوى الحدث وإلى مستوى ما يحدث من مزرة وحرب إبادة في قطاع غزة اليوم قطاع غزة لا يواجه الاحتلال الإسرائيلي للعلم أنا أتفق أن قطاع غزة اليوم يواجه تحالفا دوليا كالتي واجهته العراق وأفغانستان في العدوان الأمريكي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية رأس حربته الجيش الصهيوني والجيش الإسرائيلي ويشارك فيه الألمان والفرنسيين وأيضا البريطانيين وكل المنظومة الغربية وتستخدم فيه المنظمات الدولية إما أن تستخدم لمحاولة ذر الرماد بالعيون أو المراوغات السياسية لكن حتى اللحظة لا يوجد أي قرار عملي أو أي ضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي وعلى هذا التحالف ليوقف عدوانه حتى تصريحات الولايات المتحدة كلها من باب المراوغة ومن باب إفساح المجال للجيش الإسرائيلي المدعوم أيضا بالخبراء والجنرالات والذخائر والطائرات والتكنولوجيا الأمريكية والغربية هذا ليس كصرف إسرائيل اليوم إسرائيلي نحن نشاهد جيش جديد الجيش الإسرائيلي قد خبرته المقاومة وتفوقت عليه واستطاعت تدمير فرقة كاملة منه وقادرة وحتى اللحظة الجيش الإسرائيلي غير قادر على تحقيق أي من الإنجازات ولكن هذا التحالف الدولي هو تحرك لسبب معين السبب الأساسي وشعور الكيان الصهيوني بالخطر الوجودي هذه الفكرة أقلقت الولايات المتحدة وأقلقت الذي شغل أو الذي يدير الكيان الصهيوني هذا الكيان هذا كيان وظيفي هذا كيان زرع في المنطقة كحامل الطائرات يابسة للاحتلال الإسرائيلي كقاعدة متقدمة للجيش حامل الطائرات يابسة للجيش الأمريكي كقاعدة متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية لإدارة هذه المنطقة اليوم حينما تم توجيه له ضربة حقيقية في 7 أكتوبر في عملية طوفان الأقصى كانت تغير لهذا أنا لا أتوقف كثيرا أو الشعب الفلسطيني لا يهتم كثيرا بهذه التصريحات ولا تطربه حقيقة الذي يطربه حقيقة والذي يمكن تفعيله هو وقف هذه المجازل ووقف هذا العدوان ووقف حرب الإبادة الاحتلال الإسرائيلي غرب من مواجهة المقاتلين إلى عملية إبادة ومجازر وحشية ضد المدنيين وضد النازحين وضد مراكز الإيواء اليوم هناك مشاهد يقول أنها لمقاتلين وهي قطعا ليس المقاتلين لشباب صغار أو أطفال ولرجال نزحوا إلى بعض المدارس وتم تطويخ هذه المدارس وتم فصل الرجال عن النساء وتم تعريتهم وتصويرهم ليقول نحن لماذا جاء رد فئل على ما أصدرته كتائب القسام بالأمس من مشاهد الاحتراق الدبابات ولتدميرها وللدخول إلى الخيام وتفجير مواقع تمركز الاحتلال هنا جنة جنون الاحتلال فأصدر هذه حتى اللحظة العدو الإسرائيلي يدرك أن هذه المعركة طويلة وهذه المعركة صعبة وهذه المعركة يمكن بالفعل أن تهدد دوره على الأقل من وجوده وتأكل أيضا من وظيفته التي تم تشغيله عليها ولهذا أنا أعتقد أن الأمم المتحدة مقصرة جامعة الدول العربية هناك غائبة لو أردنا معذرة لو أردنا الخصار بأقل من نصف دقيقة يجب أن أذهب إلى فاصل يعني أنت ترى من من يرون بأن بيان الأمين العام للأمم المتحدة ولفتظر مجلس الأمن بشأن تهديد الأمن والسلم الدوليين قد لا يكونوا مجديا لا جدوى له وغير فاعل وهو يعني بيان إيجابي لكنه ليس عمليا نعم أو لا يحمل أي خطوة عملية نحن نريد الخطوات العملية لإيقاف هذه المجلس ربما الخطوات العملية تأتي من الداخل الإسرائيلي ثم تخلافات حقيقية وعميقة بين أعضاء وأركان مجلس الحرب الإسرائيلي هو ما نبحثه وتأثير ودلالات هذه الخلافات بعد فاصل قصير بلا جدران تلقيهم حر الصيف وبرد الشتاء أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم وبلدهم يطفو على بحر من الأفضل تصارع أكفهم قسوة الحياة هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهاجة ويعيدون الحياة لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن فنحن صوتكم حياكم الله ما زلنا معا في محاولة لقراءة أفق توسيع الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية باتجاه جنوبي قطاع غزة سيد عزيز في بيت لحم قبل أيام رفض وزير الدفاع الإسرائيلي الظهور في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو في مؤشر لعمق الاختلاف فيما بينهما أريد أن أسألك كمراقب على ما يختلف الرجلان جوهر الخلاف بينهما يعني الخلاف بينهما سياسي وليس عقائد يا أستاذ وللعلم يعني هذه الظاهرة أنا شخصيا كمراقب للأحداث وكإنسان فلسطيني أعيش مع هذا الاحتلال منذ فتحنا عيوننا ونحن نراه أمامنا أرى بأن ما يجري في قيادة الاحتلال من حالة ارتباك ومن حالة تشرظم يجب أن لا تفرحنا كثيرا هي بالعكس أنا أراها من جانب آخر أنها تعبر عن حالة خلل في هذه القيادة عدم وجود قيادة تستطيع أن تقرر وتأخذ قرارات جريئة وواضحة وشجاعة وبالتالي هذا يضعنا أمام أفق غير منظور يعني حتى المفاوض شواء الفلسطيني أو غيره لن يجد من قيادة هذه الاحتلال من يفاوضه أو من يتحدث معه أو لا يوجد من يكون قبل هذه النقطة سيد عزيز قبل هذه النقطة لو أذنت لي قبل هذه النقطة الخلاف بين وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء قلت إنه خلاف سياسي هل خلاف سياسي ناشئ من رؤية كل منهما لكيفية إدارة الحرب على غزة أم أن هناك تنافسا سياسيا لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب لا هما مجمعان هما مجمعان على القضاء على غزة هما مجمعان على بالعكس هما يتنافسان في السقف يعني كل منهما يسعى إلى أن يرفع السقف إلى المال النهائي قلت لك يختلفان سياسيا من أجل المستقبل من يقود هذه الدولة أما على المستوى العقائدي فهم ينظرون بنفس النظرة وأعتقد أن قلت هو من وصف أهل غزة بالحيوانات البشرية وبالتالي ونتنياهو سقف جميعنا رأينا وبالتالي فإن هذه الخلافات هي حقيقة لن تصب في صالح القضية بشكل عام ولن تصب في صالح تهدية ولن تصب في صالح وقف إطلاق نار ونحن هذا ما يبحث عنه حتى الأمين العام للأمم المتحدة وأنا بقول جميل إبراهيم المدهون ظلمه كثيرا هذا الرجل هو حقيقة صوته يجب أن نسمعه ويجب أن نعيد التفكير فيما قاله لأن ما قاله يثبت أن وهذا ما أربك الولايات المتحدة وإسرائيل لأن هناك لاعب ثالث أصبح في مجلس الأمن غير اللاعبين الأمريكي والروسي وهذا اللاعب الثالث هو أعتقد أنه أكثر نزاهة من كل اللاعبين الآخرين لأن حديثه واضح وطرحه واضح وهو يحذر من أن المنطقة والعالم مقبلون على كارثة حقيقية سوف يكون مصدرها غزة ومن هنا علينا أخي إبراهيم أن نتوقف أمام ما صرح به وأمام ما طالب به وأمام هذه المشؤولية التي وضع مجلس الأمن أمامها تاريخيا لكن لو بقينا باختصار شديد من فضلك سيد عزيز لو بقينا في قضية الخلافات بين يوف جالانت ونتنياهو فيما يتعلق بتماسك مجلس الحرب هل يمكن لهذه الاختلافات التي تنقل وسائل الإعلام العبرية أنها تتفاقم يوما بعد آخر هل يمكن أن تكون سببا في نقضي عورى هذا التماسك أو على الأقل التماسك الظاهري بين أعضاء مجلس الحرب جيد فليكن حتى لو انفرطت القيادة حتى لو انفرطت أنا بدي أفترض الآن أن انفرطت هذه قيادة الاحتلال نعم السؤال الأهم يا أستاذ من الذي يكبش على الزر من الذي يتحكم بالبندقية من الذي الآن يقتل أبناء غزة من الذي يغشفهم هل هو نتنياهو أم هناك قيادة عسكرية تقوم بتنفيذ مهمات يعني حتى لا نحن نقلل أنفسنا كثيرا يجب أن نقتنع بأن هناك قرار على مستوى الدولة بغض النظر عن اسم من قرر أن هناك قرار استراتيجي بسحق غزة ومحوها وبالتالي هذا ما علينا أن نلتفت له وأن لا ننتظر كثيرا أن يختلف غالنت معنة ياهو أو يتصالحات كما تعلق بصحق غزة ومحوها هناك أراء إسرائيلية متصاعدة في الصحافة العبرية بأن هذا صار ضربا من الماضي وخيانا بالنسبة للقيادة الإسرائيل دعني أتحول إلى استردوء أنا قلت عن قرار أنا لم أقل عن تنفيذ فعلي أنا قلت ما هو هم قرروا هم يسعون هم يحلمون حتى تصل الرسالة متوازنة فقط للمشاهد سيد أحمد أذهب إليك برأيك أي تأثير لهذا التفاقم الصراع بين الرجلين على بنية مجلس الحرب وربما نختلف مع السيد عزيز قليلا بأنه حتى لو انسحب غالنت وبيني جانس الغاضبين من نتنياهو على خلفية استفراده بإنجاز بين قوسين إنجاز الإفراج عن المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة حتى لو انفردنا نتنياهو فإنه سيعرى من أي حليف مظاهير داخلي في معركته الوجودية كما يقول السيد إبراهيم في الاستوديو على المقاومة في غزة أي تأثير لهذا الخلاف على تماسك بنية مجلس الحرب في رأيك يعني أنا أعود بالذاكرة قليلا يعني من بضعة شهور كان نتنياهو أخذ قرار بإقالة جالنت على خلفية موقفه من التشريعات القضائية جالنت هو جزء من التحالف الذي يحكم مع نتنياهو في حين أن جانتس هو القادم من صفوف المعارضة نتنياهو اليوم 74 سنة موليد 1949 يدرك أنه إذا خرج من الحكم حاليا في ظل الوضع الحالي هذا سيمثل نهاية لمسرته السياسية لذلك هو بيحاول أن يشاغب وأن يؤمن نفسه وأن يحقب نوع من أنواع الانتصار يضعب بها صورة الهزيمة التي حدثت في 7 أكتوبر لذلك كل فترة نجد له بعض التصريحات حول أن الجيش كان يعلم بخطة حماس ولم يحذره أن الاستخبارات العسكرية لم تخبره بتهديدات محددة ومعينة ثم بعد ذلك يكون جانتس وجلنت بالضغط عليه فيتراجع فهو نتنياهو بجوار قيادته للصراع الحالي هو يريد أن يعد ويستعد للمعركة السياسية التي ستتلو وقف إطلاق النار وهذا هو الذي يؤدي إلى وجود خلافات ويؤدي إلى تسريبات في الصحف يعني بالأمس كان فيه واقعة ملفتة الإعلام الإسرائيلي تناولها وهو تفتيش رئيس الأركان هليفي من قبل حرص نتنياهو أثناء دخوله للاجتماع مع نتنياهو احترازاً من وجود جهاز تسجيل في حوزة هليفي هذا الملمح أنه أكبر قائد سياسي عندما يجلس مع أكبر قائد عسكري في ظل معركة هو يتخوف أن تكون هناك تسجيلات وأن يسجل عليه ما يمكن أن يوظف ضده في المعركة التي ينتظر كل طرف فيها أن يكسر فيها عظام الآخر بعد انتهاء أو بعد توقف الحرب في غزة فبالتالي هذا يؤدي إلى توترات متتالية تتجلد في تصريحات تتجلد في موقف تفتيش رئيس الأركان كما ذكرته هذا يعني تدول كل الإعلام الإسرائيلي وحتى لابد الذي يعد زعيم المعارضة خرج اليودين ذلك ويطالب جنتس بالاستقالة ويكون له يعني لا يمكن أن تستمر مع شخص مثلنا نتانياه أيضا هناك تصور أمريكي موجود وتوجه أمريكي يعبر عنه على سبيل المثال الصحفي توماس فريدمان المقرب من بايدن في العديد من مقالاته في نيويورك تايمز وهو يهودي يتحدث فيها عن ضرورة خروج نتانياه من المشهد وعن ضرورة السير في مصار حل الدولتين ويطرح جنتس كبديل مقبول غربيا وأمريكيا مقارنة من نتانياه المتحالف مع مجموعات هي الأكثر تطرفا وعدوانية في إسرائيل مثل سوموتريتش وبينغافير فبالتالي هذه الأمور تؤدي إلى خلافات هل يتجهوا لإطلاق الأسرة أولا أم العمليات العسكرية أولا هل العمليات تمتد إلى الجنوب أم الأفضل عقد هدنة مؤقتة هل يتم زيادة الشاحنات المساعدات والوقود التي تدخل استجابة لبعض المطالب الأمريكية الشكلية أم لا يعني هذه كلها أمور تكتيكية إنما اللب منها هو الصراع حول المشهد السياسي في إسرائيل ما بعد الحرب ده بطبيعة الحال بيؤدي الحالة من حالات الاضطراب والتضارب ولكن هنا بيأتي دور الإدارة الأمريكية بلينكين وزير الخارجية أتى الزيارة الأخيرة تعد الزيارة السادسة له إلى تل أبيب منذ بداية العدوان وحضر مجلس الحرب في زيارته الأخيرة فهناك يعني ما يمكن أن نقول أنه إدارة أمريكية بايدن عندما جاء أيضاً حضر مجلس الحرب يعني أن أمريكا ليست داعمة وليست تقدم المشهورة بل تدير المعركة خوفاً من حالة الاهتزاز والاضطراب الموجودة داخل القيادة الإسرائيلية بين أطيافها المختلفة والمتنوعة وهنا يكون الضغط الأمريكي والحضور الأمريكي والقيادة الأمريكية لمصار الحرب وفي ظل هي التي تقدم الأموال وتقدم الزخائر وتقدم التسليح وتقدم المظلة السياسية والحماية في مجلس الأمن من أي مشاريع ضد إسرائيل فبالتالي هي في الحقيقة التي تدير دفة المعركة وهي التي تسعى لألا تتسع هذه الخلافات وألا تؤثر على مصار قيادة إسرائيل للمعركة أنا ظن أن لو الإدارة الأمريكية لم تكن حاضرة بهذا الشكل في إدارة دفة العدوان الخلافات كانت ستؤثر بشكل كبير والفضائح ما بين القادة السياسيين والعسكريين وأعضاء مجلس الحرب كانت ستخرج للعلن بشكل كبير وستظل هذه القضية من القضايا التي تهدد تماسك النخبة السياسية في إسرائيل حتى بعد انتهاء الحرب لأن لو نتذكر خلال عام 2023 حديث حتى رئيس الوزراء السمج يهود باراك عن أن إسرائيل تعاني من خطر أو تواجه خطر احتراب أهلي واتكلم عن عقدة العرض السامن من الدول أريد أن أبني على ما ذكرته توصيف الذي اخترته وهو الاهتزاز القيادة الإسرائيلية وقد يكون توصيفا دقيقا بالنسبة إلى كثيرا من المراقبين الذين ذهبوا إلى ما ذهبت إليه أبني على ما ذكرته لأسر السيد إبراهيم في الاستوديو هذا الاهتزاز في القيادة الإسرائيلية أو الاضطراب مر السائل بعيدا عن مجلس الحرب ما الرسائل التي يمكن أن تصل من هذا الاهتزاز إلى الداخل الإسرائيلي وما مدى تأثير هذا الاهتزاز والرسائل الواردة على نسبة تأييد ودعم نتنياهو في حربه على غزة وشوف علينا نتنياهو انتهى سياسيا ولم يعد هو الذي يحكم الآن في الداخل الكائنة الصهيوني بل هو الآن بات الصورة أكثر منه فاعل حقيقي الذي يحكم اليوم هم الجنرالات الإسرائيليين ولهذا تم تشكيل مجلس الحرب هذا مجلس الحرب غير موجود في الهيكلية القيادية والمؤسسات السياسية لكن ثم تمن يختلف معك من يقول بأن تشكيل مجلس الحرب ليس للسبب الذي ذكرته بقدر ما هو إدارة وحنكا من نتنياهو حتى يكون معه شركاء في الحرب على غزة لا هو تم تجاوز نتنياهو وتم إحضار قادة من هو تشكيل مجلس الحرب ليسوا السياسيين بل العسكريين هذا مجلس الحرب يتكون من الجنرالات العسكرية التي حكمت الجيش الإسرائيلي عبر العقدين الماضيين منهم إزينكوت ومنهم جانيتس ومنهم وزير الدفاع الحالي بالإضافة إلى نتنياهو هم الذين يقرغون الآن بالسياسة وبالاستراتيجية تم تهميش الحكومة اليوم هناك حالة اعتراض وحالة حنق أو حالة رفض من قبل الحكومة الإسرائيلية التي يقودها نتنياهو لو أراد نتنياهو إشراك لجاء بجميع أفراد المعارضة ولم يأتي إلا بغاناتس وغاناتس هذا كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي وجاء بصفته العسكرية ولم يأتي بصفته السياسية اليوم هناك إزينكوت إزينكوت لا موقع سياسي له رغم ذلك هو حاضر في مجلس الحرب اليوم رئيس الأركان موجود الجنرالات معروفين وغير معروفين والموساد وهؤلاء هم الذين يقودوا وهم لهم اتصال مباشر مع البنتاجون لأن في مجلس الحرب هناك جنرالات أمريكيين قائد الفرقة في الشرق الأوسط موجود وهناك أيضا إشراف من وزير الدفاع مباشر الأمريكي في هذا المجلس بمعنى أن الحديث عن نتنياهو أعتقد أنه حديث الآن عن الماضي اليوم هناك حديث هل هناك إشكاليات داخلية بالتأكيد كل هزيمة لديها إشكاليات نتنياهو يحاول الهروب من تحمل مسؤولية الإخفاق أو الهزيمة التي تعرضوا لها في 7 أكتوبر هناك إخفاق أمني هناك إخفاق عسكري وهناك إخفاق سياسي وتقديرات نتنياهو بث الكثير من الرسائل وكتب بنفسه أن من يتحمل ذلك جهاز الأمن والجيش لهذا هناك فجوة ما بين قيادات الجيش والأمن اللي كانوا أصلا حلفاء مع نتنياهو وكانوا شركاء بسياسة تجاه قطاع غزة هناك فجوة بينهم وبين نتنياهو اليوم وهناك تبادل اتهامات ولكن حضور أنا أتفق أن حضور البلايات المتحدة وإدارتها للحرب هذا يمنع أي حالة من حالات اليوم أي حالة من حالات الانشقاق الذاتي ولكنه في المستقبل منذ أن تنتهي في اليوم الثاني من نهاية هذا الحرب وهذا العدوان لا شك أن هذه كل الخلافات ستظهر وسيكون هناك حالة من حالات التلاوم وحالة من حالات الشقاق السياسية الآن لا اليوم هناك الجمهور الإسرائيلي أيضا هناك حالة من حالات التباين هناك جمهور يريد إيقاف الحرب واستعادة الأسراء عبر المفاوضات وعبر الحديث وهناك من لا يدعم خطة الجيش الإسرائيلي باستكمال الحرب لأن هناك بالفعل شعور بالتهديد الوجودي حتى داخل جمهور الإسرائيلي وأضيف أيضا أن المؤسسات الصلبة اليوم وهذه مهمة جدا داخل الكيان الصهيوني بالإضافة إلى النخب السياسية والنخب الأقدمية أو النخب القديمة في داخل الجيش الإسرائيلي أصحاب التجارب الكبيرة لا هم مع هذه الحرب ومتجندين خلفها وهم يدركون أنها من أخطر الحروب التي يعني يخوضها الاحتلال الإسرائيلي منذ التمانية وأربعين نعم ونتنياهو أيضا يراها أنها تشبه حرب النكبة أو حرب الاستقلال كما يسمينها وأنا بأعتقد أنه حتى اللحظة هناك حالة إخفاق شديد في تحقيق أي من نتائجها ولهذا هناك إصرار على الاستكمال لأنه لدى الاحتلال الإسرائيلي ولديهم عبر تقدير موقف ولدى تقدير الموقف الأمريكي أنه في حال لم ينجز الاحتلال أو لم يحقق الاحتلال الإسرائيلي أهدافه في هذه الحرب بإزاحة حماس وبالقضاء على المقاومة الفلسطينية فهذه قد تغري الشعوب العربية والقوى المنطقة أن تواجه الاحتلال الإسرائيلي وستضرب مشروع الاحتلال الإسرائيلي والعملية التطبيع التي كانت يعني قاب قوسين أو أدنى أن تعم المنطقة في مقتل في هذا السياق نفسه فيما يتعلق في شعوب المنطقة وقوى المنطقة أذهب إلى بيت لحم سيد عزيز يعني برأيك لماذا يتواصل غياب أي موقف عربي رسمي واضح وقوي وجدي مما يحصل لغزة وكأنما النظام الرسمي العربي كما لو أنه يتلقى أخباره من كوكب آخر يعيش في كوكب آخر باستثناء بيانات استنكار متناثرة هنا أو هناك لا يوجد أي موقف جدي وحقيقي ما تفسير ذلك؟ يعني إذا بدي أجاوب جواب سطحي ممكن أقول والله الأسبوع الهدنة ممكن هذا يكون ضرب النفس الثوري اللي كان ممكن يكون عند المحيط العرب ولكن ما أود أن أقوله بأن السيادة المطلقة في المنطقة يعني في المنطقة خلينا نقول ما بدنا نتحدث عن أبعد من ذلك هي للولايات المتحدة وحليفتها الاستراتيجي والرئيس بريطانيا وثم تأتي فرنسا وألمانيا وإلى آخرهم من الدول الأوروبية وأعتقد أن القرار هو أمريكي بالدرجة الأولى القرار أمريكي بالدرجة الأولى أنه أوعز للجيش الإسرائيلي على فرض طبعا أن المقاتل على أرض غزة هو فعلا الجيش الإسرائيلي أوعز له بأن يحقق الأهداف التي هم يعلنون عنها والتي بالفعل الإعلان عنها بهذه الطريقة يعني صعود شجرة عالية جدا فعلا الهبوط عنها سيكون صعبا عليهم للغاية لماذا؟ لأن الحقيقة القادمة والتي ستصدمهم والتي ستجبرهم على النزول عن الشجرة هي أن الشعب الفلسطيني سيبقى موجود المقاومة في غزة لن تنمحي ولن تزول ولن تزال لأنها ليست صنيعة أحد وليست براشوت أسقطة على فلسطين وعلى غزة من أحد هي متأصلة من ذات الشعب الفلسطيني وبالتالي من يدعي إمكانية القضاء على المقاومة عليه أن يكمل والقضاء على الشعب الفلسطيني للأسف هو كما قلت لك قرار أمريكي يبدو أن هناك نوع من التوافق معه وبالتالي نسمعناها بأكثر من المناسبة بأنه لا ينزعج يعني لا يوجد هناك انزعاج من أقل على المقاومة وذلك أنا أعتقد أن الشعب الفلسطيني موجود والمقاومة حتى لا يدرك أن الوقت سيد عزيز وصلت الفكرة بقي القليل من الوقت تحول إلى أسطنبول أوذنت ليه سيد أحمد هل إرادة الأمريكية تتحدث عنها عزيز من بيت لحم هي ما يحول دون وجود موقف عربي رسمي موحد تجاه هذا الصلف الإسرائيلي في غزة أم ثمت أسباب أخرى في رأيك يعني هو أحد الأسباب وسبب رئيسي ولكن في أسباب إضافية على سبيل مثال دينيس روس المبعوث الأمريكي السابق للملف السلام كان نشر مقال في نيورك تايمز وذكر فيه أنه عندما تواصل مع المسؤولين العرب الذين يعرفهم كلهم دون استثناء يعني شجعوا من الواجب ومن الضروري أن تضي إسرائيل على حماس وعلى وجودها في غزة كذلك كان فيه تقرير لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي مؤخرا وذكر فيني كاف الدول خليج باستثناء كطر يعني ترحب بالقضاء على المقاومة في يعني في غزة فبالتالي يعني هذا توصيف أمريكي وإسرائيلي ليس توصيف مني فبالتالي يعني هناك مصلحة للعديد من الأنظمة العربية الرسمية والدول العربية في القضاء على حماس باعتبار أن هناك مصار للتطبيع اختارته هذه الأنظمة هذا بيقوم على إقصاء أي طرف مقاوم يتحدث عن المقاومة أو يسعى لها باعتباره يشوش على المشروع الذي يتبنون هذه الحقيقة وبالتالي نجد في العديد من الدول عمليات قبض واعتقال وتوقيف للمتظاهرين أو المعتصمين أو من يتفاعله مع القضية الفلسطينية فضلا عن يعني دور للأسف مصري في عدم فتح معبر رفح معبر رفح وحصار غزة سوى ما توفق عليه إسرائيل يعني من مساعدات وشاحنات حتى الجرحة يعني في عهد مبارك كان عندما في جوالات الصراع الأقل من ذلك كان بيدخل الجرحة للعلاج في مصر دون استثناء اليوم احنا بنشاهد يعني ما يفوق 40 ألف جريح العديد منهم يحتاج لعمليات عاجلة لحفظ أطرافه لحفظ حواسه لحفظ حياته وفي ظل شح الدواء ومصر يعني لم يدخل سوى قرابة 400 شخص أغلبهم يعني انتقلوا إلى دواء أخرى وهذا من وفقت عليهم إسرائيل فبالتالي يعني هذا الدور وهذا الانخراط في عملية الحصار وعدم ممرسط أي ضغط حقيقي هو نتاج عملية التطبيع اللي رأيناها بداية من كم ديفيد إلى التحقيات إبراهي إلى المفاوضات لأنه ترجم للاستراتيجية أمريكية في المنطقة وأرجو معذيرها أرجو معذيرها يعني الوقت ضغط كثيرا بقي لي دقيقة أخصصها لك أستاذ إبراهيم أنت لحظت من كلامك في الأخير بأنك تعول شيئا شيئا من الأمل على أنه أن هناك المنطقة العربية سواء كانت على مستوى النظام الرسمي أو حتى على مستوى الشعوب بأنها يعني تحت ضغط المشاهد وتحت ضغط التأثير في الداخل العربي قد تتحرك قد تفعل شيئا متى يحصل هذه المعركة ليست معركة الشعب الفلسطيني هذه معركة المنطقة كلها هذا الاحتلال الإسرائيلي هو سرطان هذه المنطقة هو سبب كل المشاكل المشاكل التي في العراق والانقسامات المشاكل اللي بسوريا اللي بليبيا اللي بليمن هذه كلها سبب هذا الاحتلال هذه قاعدة متقدمة من أجل نشر كل هذه الإشكاليات متى يتي هذا الحركة العربية؟ الآن أنا أعتقد اليوم أمام المنطقة العربية والشعوب العربية فرصة كبرى من التخلص من جميع إشكالياتها بالتخلص من الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال هذا احتلال ضعيف هش الولايات المتحدة في تراجع كبير وأعتقد أن الاحتلال يدرك ذلك ولهذا هو أراد إثبات العكس إثبات أنه قوي بقتله للأطفال والمدنيين وبعملية هذا التوحش لعمل ردع لكي الوعي لعملية كي الوعي وأعتقد أن هناك إشراف أمريكي مباشر وأنا لا أراهن ما زلت أراهن ورهاني سيكون حقيقي أنه سيكون في هذه المعركة تغيير عربي كيف ومتى وأين أنا لا أدرك ولكن هذا الغليان لا شك أنه سينتج عنه شيء يغير المعادلة وأعتقد أن الاحتلال الإسرائيلي لن يستطيع أن ينتصر في هذه المعركة أشكرك شكرا جزيلا على التزام مرة ثانية في الوقت مشاهدي الكرام ختاما أشكر ضيوفي الكرام في الستوديو إبراهيم المدهون الكاتب والمحلل السياسي وعبر زوم من بيت لحم عزيز العصى الكاتب والباحث وشاركنا الحوار أيضا من إسطنبول عبر سكايب أحمد مولانا الباحث وفي الشؤون السياسية والأمنية كل الشكر لحضراتكم على طيب المتابعة في حراسة الله اشتركوا في القناة